عقوبة انشاء اكاونت مزيف بغرض الاضرار بصمحة الشخص الاخر. بمعنى اي شخص بيعمل اكاونت مزيف لشخص اخر او لشخص مش هو. هنا معاقب عليه قانون مفقا للقانون مية خمسة وسبعين لسنة الفين وتمانتاشر اللي هو قانون تقنية المعلومات. فحضرتك او حضرتك اي حد عمل اكاونت مزيف باسمك هنا معاقب قانون. ازا فقط هنا هنتفرق من حاجتين. ازا فقط كان عمل حساب باسمك او باسمك هنا بتكون عقوبته حد ادنى حبس تلت شهور وبغرامة من عشرة تلاف جنيه لتلتين الف جنيه او باحد العقوبتين. اما لو الاكاونت او الحساب المزيف ده اتعمل بغرض الاضرار ليك او الاضرار ليكي فبتكون عقوبته هنا اشد. العقوبة بتكون من الحبس مدة لا تكل عن سنة وبغرامة من خمسين الف جنيه ولا تتجاوز مئتين الف جنيه. فالعقوبة هنا بتكون مغلزة. فاي حد بيعمل اكاونتات فيك او او اكاونتات حسابات مزيفة على السوشيال ميديا ده معاقب قانون. فحضرتك او حضرتك اي حد عمل لك حسابات مزيفة باسمك او باسمك فورا بتتوجهه لما بحث الانترنت بتقدمه بلاغ وان شاء الله بياخد عقوبته. بلاش تخافه بلاش حد يهددكو على سوشيال ميديا ان هيعمل وهيعمل المجرم هنا او المتهم بيستمد قوته من خوفك. بلاش تخاف بلاش تخافي اي حد بيعمل حساب باسمك معاقب قانون اي حد بيعمل حساب باسمك بغرض تشويه سمعتك هنا بتكون عقوبته مغلزة. يا رجاء ان ناخد حقنا ما نستهونش لان الموضوع ده بيبهدل الدنيا المجتمع بحالات كتير جدا بسبب الموضوع دول بيكون فيها مشاكل فرجاء ان ناخد بالنا وما نستهونش بالموضوع دول. شكرا لكم سوالكم.